بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بحضركم معنا في حلقة جديدة من الأبطال زي ما عودناكم بالمعاد كل يوم حد وأربع الساعة تمانية بنكون مع حضراتكم عشان نحط الضوء على كل الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا الحقيقة النهاردة عندنا أخبار كتير وأخبار كتير تهم جمهور النادي الأهلي وأيضا جمهور الرياضة في مصر بس الحقيقة قبل ما روح للأخبار وتناولها معاكم في النص الأولاني نسيت أقول لكم كمان في النص التاني بيكون معنا بطل الحقيقة بطلنا النهاردة هو الأسطورة كابتن حمد الصافي في الكرة الطائرة كابتن حمد الصافي طالع معنا بصفاتهم أسطورة النادي الأهلي في الكرة الطائرة رجال أحد أساطيره يعني الكبار جدا والمدير الفني لفريق الأول للكرة الطائرة سيدات اللي حصل على الدوري أو حسم الدوري منذ يومين الحقيقة قبل ما روح لحلقتي وأتكلم معاكم في كل الأخبار والأمور دي والحاجات اللي إن شاء الله أكيد هتعجبكم بإذن الله عايز أقول أنترو أنا يمكن كنت ماهدت له الحلقة اللي فاتت احنا قلنا أن النادي الأهلي على مدار التاريخ دائما أبدا يهموا البطلات النادي الأهلي عمره ما بيتعامل بالمباراة أو بالقطع والأيام أثبتت صحة كلامنا وحتى في الألعاب الأخرى أيضا أثبتت صحة كلامنا إزاي؟ بعد عودة كورونا الحقيقة ابتدت المنافسات يعني النشاط رجع 1-7 تدريبات المنافسات بدأت حوالي 15-8 النادي الأهلي من 15-8 سبع كقوس دخلوا جوه النادي الأهلي دولاب بطولات النادي الأهلي في الألعاب الأخرى الحقيقة النادي الوحيد في مصر هذا الإنجاز احنا بيكلم في أسبوعين أو تلاتة بالكتير النادي الأهلي في الأزمة اللي موجودة دلوقتي في أزمة كورونا ويعني زي ما بيقولوا يعني الدنيا وقفة شوية النادي الأهلي أدى كل التزامات ونحي تلعبته معسكرات تدريبات كل شيء فني وكل الدعم قدمه لأبطاله كان الناتج سبع بطولات هقولهم بالوراء والألم أول بطولة الأهلي بطل الجمهورية لشباب كرة السلة تحت 20 سنة أدي أول كاس الأهلي بطل الجمهورية أنيسات كرة السلة تحت 12 سنة أدي ثاني كاس الأهلي بطل الجمهورية أنيسات اليد تحت 20 سنة أدي الثالث الأهلي بطل دولي سيدات الكرة الطائرة إن شاء الله كابت الحمد الصف هيكون معنا الرابع الأهلي بطل الجمهورية أنسات الكرة الطائرة تحت 16 سنة من يوين الخامس الأهلي بطل دوري ناشئ اليد تحت 18 سنة السادس الأهلي بطل الجمهورية ناشئ السلة تحت 18 سنة طول 7 كقوس دهب دخلوا النادي الأهلي طب كده بس؟ لا عايز أقول لكم فيه 3 مراكز اتخدوا بس دائما أبدا النادي الأهلي بيدور على المركز الأول عندنا في الضيط بطولة الجمهورية ناشئ الطائرة تحت 17 سنة عندنا برزيط دوري شباب اليد موليد 2000 عندنا برزيط بطولة الجمهورية للناشئات تحت 18 سنة وفي الضيط كاس مصر رجال في كرة السلة خلينا أقول لكم حاجة طبعا دي أنت على منص التتويج بس دائما أبدا النادي الأهلي بيدور على المركز الأول خلينا بس نحط قصين كده احنا لسه الموسم مخلص 7 كقوس من فيه بعد 7 كقوس 3 منصات تتويج أو 3 مديليات بس بين قصين كده في 3 أسابيع أنا بس بقول ليه الكلام ده عشان بربط لكم الأحداث مع بعض النادي الأهلي دائما أبدا الهجوم اللي حصل على النادي الأهلي نتيجة خسارة مباراة عمره ما هي نسينا ولا يخلينا نبص أو نشوف الدور الكبير أو ما نشوفش الدور الكبير اللي بيعملوا النادي الأهلي في كل الألعاب وانه قلع الرياضية الأولى في مصر تمام طيب الخبر الثاني اللي يهميني برضو أتكلم عنه هو خبر عالمي أمريكا الحقيقة من 6 أو 7 شهور حصل فيه حادث هناك كان الناس قالت عليه حادث عنصري ووفاة أحد أو المواطنين الأمريكان أصحاب البشرة الصمراء أثناء القبض عليه حصل هرج ومرك كبير وبتاعه والدنيا طبعا تبعته هذا وكانت الرياضة ساعتها متوقفة ما كانش فيه تأثير عن الرياضة لأن كانت الرياضة وقفة عشان كورونا بعد ما رجع النشاط في أمريكا حصل من يومين حادث في أحد الولايات مع جاكوب بليك ده مواطن أمريكي أيضا تعرض لإطلاق نار وهو طبعا في أثناء القبض عليه أنا ليه بقولي الكلام ده حصل رد فعل على الرياضة عنيف جدا هناك برضو كان المواطن اللي توفى كان صاحب بشرة صمراء فأنا ليه بقولي الكلام ده حادثة ده كان ليه تأثير كبير جدا عن الرياضة في أمريكا الامبي اتأثر وتوقف الامبي ايه يومين وكان مهدد بالإلغاء دوري كرة السلة الأمريكي كان مهدد بالإلغاء وهناقح القصة دي بالتفصيل لما تيجي في الأخبار العالمية البيس بول اللي بيلعبوه أيضا في أمريكا برضو كان مهدد بالإلغاء تينس لعبة كتير جدا انسحبت فإذن الرياضة هي انعكاس كبير جدا جدا للقيم المجتمعية والحقيقة أمريكا زي ما أنتم عارفين بيبقى فيها استثمارات بالملايين بالمليارات الحقيقة فلما يبقى حاجة زي كده حصل عليها امبكت في الرياضة كان لازم نقول لكم اللي بيحصل وكان لازم نقول لكم إن الرياضة أصبحت صناعة وأصبحت تتأثر بكل شيء بكل شيء تتأثر بي الرياضة والرياضة أصبحت حياة وأصبحت صناعة كبيرة جدا نرجع لحلقتنا ونشوف أخبارنا معاكم إيه شكرا